السلام عليكم البنات كديري اللبس عليكم كنتم ان شاء الله ياربي احوالكم تكون باخير و الاخير و الفيديو دي اليوم يلقاكم في احسن الاحوال يارب العالمين اليوم ان شاء الله هالبنات جبت لكم واحد الموضوع اللي يجيب اسئلة بزاف و تتذكر بزاف و تطلب مني بزاف هادك شي لاش غادي نوجدوله ان شاء الله بإذن الله اللي يبغى الله اليوم الحل الفيديو دي اليوم غادي يكون لفقر الدم او الانيميا الناس اللي عندهم فقر الدم يتبقوا اي الفيديو حتى النهيارة غادي يلقاوا ان شاء الله الحل المناسب لهم لانني غادي نعطي ادت وصفات ماشي وصفه لاجوش سوف نحضر لكم الى تجربة ديليم او الديم اللي كان فيها فقر الدم كيف تصرفت شمن دواخده شمن اعشاب تصرفت لي كل شيء ان شاء الله سوف نشاركو معكم في هذا الفيديو هذا بحل ديماء بلا زواق بلا نفاق ان شاء الله يا ربي قبل نبدأول الفيديو نعطيكم مكونات او نبدأول في الوصفة اليوم نقول لكم لا تنسوا انكم اضعوا لايك لا تنسوا انكم تجربوا لي تقليقاتكم التي تفرحني كثيرا كنت اعتادر اي اخت ان انني لم أرى تقليقاتها لها و لم اعرفت نظرا لضغط لتعليقات ممكن ان ارى اشخاص يوحدين يعني او موان مانشوا ومن السبيل اللي يشاهدوني اول مرة لا تنسوا انكم تشتركوا عندي في القناة إلي اعجبكم محتوى مرحبا بكم لا تنسوا انكم تفعلوا زر الجرس أول شيء يدرون عليها للبنات بالنسبة للوصفة للفقر الدم هي هذه هذه بالنسبة للأمازيغية أو الشيحة يقولون لها مرزاداس بالنسبة للعربية يقولون لها أمليس تحييني ببنات الجزائريات سوف تقررها بالنسبة للعربية شركة وصفة لأنكم تدعموني من قلبكم وهنا نريد أن تقررها المهم لأن البنات الجزائريات ستسكرينها سوف نقررها لكم ماذا ؟ يعني كي يكون هكا بيضاوي سكريني هذه البنات و أدعوها للشاب و سوف يعطيكم هادئة هادئة اسمها بطبيعي أما مثلا هذه القبيطة هادئة رجوش دراهم هذه البنات رخيصة ماذا ندرون لها؟ نشدوها؟ نيبسوها؟ نطحنوها أو لا ندقوها؟ ندروها في الحريرة سافي ديال البلبولة نتمنى أنكم تكونوا فهمتوني نشربوا مثلا زلافة في الفطور و زلافة لقشاء سافي أو لا لا تستطيع شئ سوباء أو لا تستطيع شئ حريرة من نوع آخر ولكن يستحسن أنها تكون دير شئير أو الزر المهمة هنا بالنسبة الوصفة الثانية للبنات التي هي غنية التعريفة معروفة بأنها تحيد فقر الدم سوف نرى لكم شوفوا البنات راهية الفوة هذه الفوة تكون بحشي عريقة تكون رقيقة رقيقة وهي تكون حمراء مثلا أنا نقسم شئ واحد قدامكم لكي ترونها تكون حمراء كثيرا الأبحل من الباربع المهمة هذا الفوة لن نقسم حديد ولكن للتوقف هذه الشئة تركت على المنزل لديهم بوسفير لأنهم سببوني إلى إلاج بوسفير هذه نقسمه و نقسمه لنفس الطريقة على حديد هذه البنات التي لديهم بوسفير في الكبدة كمسحوم أن يشيروا مرزادات أو أمليس بالنسبة لهذه البنات نضعها في الأسل مطحونة أو بودر نحتفظها في القرآن لا نخلطها كل شيء غير كمية التي يريدها مثلا عندك الولد فيه فقر الدل تهزم علقة من ذلك المسحوق تخلطها لهم على الأسل الطبيعي أو على الحليب مفيد وصخوم هذه البنات يشربها لمرة قبل الفطور في الحليب مرة بالليل أو في الأسل لكم الاختيار أنا أعطيكم هذا وحقا حتى الناس الذين لا يستطيعون أن يشربوا الخليب أو لديهم مشكلة سيقومون بأسل بالنسبة للوصفات الخرية التي كنت تقوم بإمكانها كثيرا الفوة ومرزادات هذه التي كنت تقوم بإمكانها هذه تقوم بإمكانها كل أصباح مدة شهر هذه البنات كنت تقوم بإمكانها ونقوم بإمكانها ونقوم بإمكانها إضافة نقوم بإمكانها كنت أخبركم لإلاج فقر الدم ستشرق بيطة وضع ورقات معها كالوليد أو البني أو لليك وسوف تفتري بها مأصباح أسرق لها واحدة ليمونية لتتقدير مضاق وسأضع لها شوية سكر بالنسبة لتعطيها لولدك إذا أريد أن تأكلها من السكر هذه الثانية مؤلية مرات في النهار بالنسبة للدول التي أخذت من السيدالية التي أعطيها لولدي هو هذا الذي سأريكم أذكرت لكم الفوة المرزة هذه البربا أو الشمر لا أعطيها أو الشمان لا أعطيها نقول لها البربا حتى الدول الأخرى يقولون لها البربا لا أعطيها لكم بالنسبة للمكوين الأخرى أو الدول الأخرى هو هذا بالنسبة لدينا وليات فيها فقد قدم الشيء يديرون أي فادي مصفر لديك بهذا ستشريه في المسبة لولدينا كنت يديرون يعني قريعة في النهار ها ها هنا فيها البنات متو ستشريه 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 ها هذا البنات اه اه لدينا أعطيها 10 من هذا هذه ومعنى أنها كافية 10 يا كل صباح اي شربوا واحدة هذه الابنات انا مجرع باهم إذا تبعتوا هذا الشيء الذي أردت لكم هنا من بعد شهر أعودوا التحليل والذي أردت لكم لأن انا أعرف كيف نقول ودو وزائلية والدي في فقر الدم كان لديهم أشياء الدم كثيرا لأنه ليس يأتي من سؤال التغذية ولكن يأتي من خلائها يعني الولي دي لك أنت خاف أو لا احتر الكبار يأتي فقر الدم تصدق جميعا ويأتي الخلفية يؤلي لك شهر ويأتي بكل شيء نحيف ويأتي معروف أتمنى البنت بإجراء هذا الشيء كما قلت لكم لتابعان تحليلها يدعم هذا الشيء أنني إنه هذا الشهر ماذا يكون لدي فواما يأتي فضلا ولكن اذا اتضعوا شئ كيف أتحدث قال لي أنني سأجح الطبيب وأنني سألتحه وبالطبيب كما قلت لكم الفوة التي لم تقلها نحن نقلها في العائلة التي لديها فقر الضم نقل لها الفوة قلت لي وشريها هذه هذه الطبيبة كانت سحب هذه وكانت سحب هذا والسباني خول بارضا ستعطيها ثلاثة هادو دائما او لما كرة كانت سحب الكبار هذا بالنسبة ل فلاكو مادو ستزيد في الميلي جرام هنا بالنسبة للكبار هذا في 40 ميلي جرام انتم اشوفوا سمحوا لي اوك انا اقتضر الابنات لان انا نزرب شوية غير ما بغيرش الفيديو يجيكم طويل بزف 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 تتمنى ان المحتوى تستفضوا منه وتتمنى انكم تشجئوني باللايكات والمزيد من التعليق والقنات بالنسبة لهذا الابنات ما الذي يديره ولدك ويكمله ستريحه 10 ايام ستعود لي بكية وحدة اخرى سترتاح 10 ايام سترحه 10 ايام سترحه 10 ايام سترحه 10 ايام لا ترحه شرفياته 10 ايام لان اخرى سترحه 10 ايام سترحه اخرى ان شاء الله سترحه يا رب العالمين بحول الله وقوته سترحه فقر الدم لا تترحه وكيف يشاركت معكم وكيف يتمنى فقر الدم بجهة الله سبحانه وتعالى الفضل ترجى الله والطبيبه الذين اوجه له وحتحه كبير بزف 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 لان هي اللي اعطيتني هذه النصائح اراها شكر كيرجع لها هي بجهة الله سبحانه وتعالى هي اللي ورعتني هذا الشي اللي ورعت لكم انا دابة الا الفوه رغم ما اللي تديرها لنا فحالة الى كانت يحدى فينا صفره هنا ما فيهاش الدم كتوقعك تعطينا الفوه بغض النظر على فقر الدم الى القيتي بنتك هنا ما فيهاش الدم سافي دريلها الفوه لانها مزيانة تزرع فيك الدم وكتحمر لك الخديدات كنتمنى ان لكم تلايكوا وتطلعوا لي فروزكم وشكرا لكم بزاف كانت تقدر لما جاوتش يحدى في التعليقات الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة